بسم الله الرحمن الرحيم وبين يا ستعين اهلا وسهلا بحضراتكم واولى حلقاتنا النهاردة في كورس كومتيا سيكيروتي بلس 101 مقدم اليكم من منص الديفنسيب نقشنا في ان المنهج الخاص من شركة كومتيا من افضل المناهج اللي بتساعد الشخص اللي حابب انه هو يدخل الى مجال الامن السيبراني او مجال الانفورميشن سيكيروتي يقدر انه هو يغطيله نولج كبيرة جدا ويقدر انه هو يكافر معاه الكسير من المصطلحات اللي تساعده على ان يدخل الى هذا المجال ويبدأ بعد كده انه هو يختار التخصصات والفروع اللي هو حابب انه هو يتخصص فيها بعرفكم بنفسي انا اخوكم محمد علوي فضل من الله خبرة عشرين عام في مجال الانفورميشن تكنولوجي تعددت ما بين القطاعات السيادية والقطاعات البنكية والقطاعات اللوجستية فضل من عند الله اشتغلت ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية واحتكينا بالكثير من الامور اللي تخص المجال بتاعنا الحمد لله وايضا حصلت على العديد من الشهادات من شركات مختلفة زي مايكروسوفت وفي ام وير وشركات في مجال الامن السايبراني زي الشهادة اللي احنا بنقدمها النهاردة من شركة كومتيا المنهج الاخير سيكورتي بلس 801 ومن شركة إيليرون سيكورتي ومن شركة ايساكا في سرتيفكة تخصي سي اكس او عالم السايبر سيكورتي الخاص بهذا المنهج وفضل من ربنا الحمد لله لنا الكثير من الشرحات على السوشيال ميديا بعمل في مجال التدريب لأكثر من 10 سنوات مع شركة مايكروسوفت مدرب معتمد من شركة مايكروسوفت لأكثر من 10 سنوات ولنا الكثير فضل من عند ربنا من الاسهمات والفيديوهات والمقالات منها ما هو المرئي ومنها ما هو المقرو فضل من ربنا فدي نبزة بسيطة عن أخوكم محمد يالوي اللي بيقدم الكورس نوعا عندنا بقى مصطلح مهم جدا عايزين نبدأ به دي طبعا دي استهلالة لنا قبل ما نبدأ الكورس بتاعنا وهو ما هو الفرق ما بين الانفورميشن سيكورتي والسايبر سيكورتي هذا السؤال الذي بيشغل الكثير من محبين الدخول إلى هذا العالم واللغة اللي أيضا بيحمل الكثير من اللغة ووجهات النظر فخلينا نبسط الموضوع في إجابات بسيطة أولا الانفورميشن سيكورتي بتديني الجارانتيز أو بتديني الضمانات الخاصة بتأمين المعلومات في أكتر من صورة في صورة مادية وفي صورة الديجيتال أو في الصورة الرقمية حقوق ملكية فكرية صلات لفظية ومرئية ويمكن على سبيل المثال حنشوف الناس اللي اشتغلت في القطاعات البنتية والقطاعات المصرفية قد إيه الانفورميشن سيكورتي ديبارتمينت كأدارة لها مكانة كبيرة جدا وعظيمة جدا في هذه القطاعات ليه؟ لأن بمنطقة البساطة البنك بيعتمد طبعا على في الوقت الحالي على الديشترال ترانسفورميشن الاي بانتينج ووب سايت التسهيلات اللي ممكن يقدمها للمستخدمين والعملة بتوعوا عن طريق الانترنت والتكنولوجي الحديثة لكن أيضا الناس اللي شغلين داخل هذا القطاع بيشوفوا قد إيه أهمية التعاملات الورقية وقد إيه كل ورقة داخل هذا القطاع مهمة جدا ويجب أن تعامل معاملة دقيقة ويكون فيه policy و rules تحكم هذه التعاملات بالنسبة لأوراق لأن فيه طبعا تطقيق وفيه مراجعة وما إلى آخره وبالتالي حنلاقي هنا ان الانفورميشن سيكورتي بتكافر الجزءين دول بتكافر الجزء الخاص بالديجتال بتكافر الجزء الخاص بالفيزيكال وأيضا بيجي من تحتها زي ما احنا قلنا اتصالات في صورة لفظية وصورة مرئية وحقوق ملكية فكرية كل هذه الأمور فهنا الانفورميشن سيكورتي هتبقى أمبريلا أوسع لأن هي بتغطي معايا حاجات كتيرة جيدة بما فيها طبعا الفيزيكال سيكورتي وما إلى آخره أما السايبر سيكورتي وهي طبعا مصطلح يعتبر حديث العهد كنا اتكلمنا عن الموضوع ده في أحد المحاضرات لما قلنا أوباما رئيس أمريكا لما بدأ يشرع قوانين تحافظ تحافظ على مسألة التعامل بالديجيتس والتعامل الرقمي ومسلا الماستر كارز والفيزا والتعاملات اللي بتحصل عن طريق الإنترنت وشفنا أن في قوانين حتى تطبقت على سبيل المثال في مصر بأثر رجعي سمعنا عن ناس انتهكت حقوق أشخاص قدروا أن هما يوصلوا مثلا لبيانات الماستر كارز بتاعتهم وتعاملوا أو عملوا تحويلات بنكية وتفر وفي النهاية بعد هذا الأمر تم تطبيق القانون بأثر رجعي لأنه ده برضو انتهاك لحقوق هؤلاء الأشخاص ومن هنا حنلاقي أن السايبر سيكورتي أساسها أنها بتبروتكت الديجيتال أسيتس إزاي أن أنا النهاردة أحافظ على هذه البيانات الرقمية إزاي أن نهاردة أقدر أن أنا أوفر لها الحماية الكافية وحتغاض عن بعض الأمور فيها زي مثلا الأخطار الطبيعية مش مع السايبر سيكورتي الفيزيكال سيكورتي مش هتكون برضو مع السايبر سيكورتي أيضا المسائل الخاصة بالوسائق الورقية وما إلى آخره كل ده مش هيتبع السايبر سيكورتي لكن إحنا هنا حنركز في أن إحنا حنحافظ على البيانات في الصورة الرقمية البيانات وهي مخزنة عندي ستورد على وسائط التخزين اللي موجودة عندي في حالة تحركها من وإلى وده حنشوفه لما ديجي نتكلم عن السايبر سيكورتي تريد أو السيكورتي تريد الكونفيدنشيالتي والأفليباليتي والإنتجريتي وتحرك البيانات من وإلى إزاي أن أقدر أعمل لها إحماية وأقدر أعمل لها إنكريبشن أيضا تتعامل مع الابتز أو الأتاكس في أشكالها وإزاي أن هي تقدر تبروتكت الدجتال أسيتس قدام الأتاكس دي ده طبعا المواضيع دي كلها هنتطرق إليها لما نيجي نشرح الميديولز القادمة من الكورس فمهم جدا أن إنت تفهم الفرق ما بين الانفرميشن سيكورتي والسايبر سيكورتي قبل ما تبدأ أنك تدخل وتلج إلى هذا المجال زي ما إحنا شايفين في السلايد الأخرى إحنا شايفين صورتين موجودين معنا الصورة دي من موقع كاسبروسكي بتدينا كده ماب بتورينا الأتاكس اللي بتحصل على العالم بشكل يعني كل دقيقة وكل ثانية نشوف الهجمات اللي بتحصل والصورة الأخرى لعسكري كده ماسك مجند أو عسكري ماسك البندقية بتاعته موجود مفروضنا هو موجود على جبهة حرب وده بيوريني أن الحرب القادمة بشكل كبير جدا سوف تكون حرب إلكترونية يعني بنشوف دلوقتي الهجمات اللي بتحصل الهجمات الإلكترونية اللي بتحصل ما بين الدول والاتهامات اللي بتوجه من دولة إلى أخرى كلنا عايشين القصة دي وإن الهجمات دي ممكن تكون خسائرها كبيرة جدا خسائرها كبيرة جدا خسائر على مستوى الصمعة خسائر على المستوى المادي يعني خسائر على المستوى المعنوي بكافة الأشكال وفي النهاية أنا مفيش أرواح بتزهك فأنا كده قادر إن أنا أحقق مكاسف في جبهة ما دون إن أنا النهاردة لا ما يبقى فيه أرواح بتزهك ومالآخره فالحرب القادمة من وجهة نظر الكسيرين سوف تكون هي الحرب الإلكترونية طبعا هندخل بقى في الموديولز بتاعتنا اللي احنا هنشتغلها إن شاء الله في الكورس واللي احنا على القناة بتاعتنا هناخد من كل موديول شابترز نحطها طبعا ده كورس مسجل بنقدمه إن شاء الله من شركة ديفنسيفة فحنحط شابترز منه يعني بشكل يقدم تفاصيل عن المحتوى اللي احنا هنتنقش فيه هنتنقش فيه طبعا عندي أول موديول بيتتلم فيه الموديول التاني بيتتلم فيه الموديول التالي بيتكلم في الموديول الرابع بيتكلم فيه والموديول الخامس في والموديول السادس بيتكلم في الكريبتجرفي طبعا أنا يهميني بشكل كبير طبعا الموديولز دي والمصطلحات دي بتتقاطع مع الكثير من الشركات مش شركة كومتيا بس هي اللي أخذها يعني الموضوع ده بشكل حصري فيه شركات كتير جدا بتناقش هذه الموديولز وبتناقش هذه الكونسبت دي وهي ثوابت يعني يعني ثوابت وكل شركة بتكتهد ان هي تشرح هذا المصطلح بالشكل اللي يسر انه يقدر ان هو يقدم لك التأسير في انك تعرفه لان هو في اجزاء كتيرة منه مش براكتكال يعني البركتكال ده ليه جانب اخر ممكن نشوفه مثلا في عالم او في الفرونسيكس او ما لا اخره لكن في مصطلحات هنا لا دي بالنسبة لي ثوابت انا لازم المصطلحات دي مصطلح زي 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 مصطلحات كده متنوعة في مجموعة مجالات بتكفر في الاخر العالم اللي احنا بنتكلم عليه فالمصطلحات دي سوابت بالنسبة لي لازم اكون عارف المصطلحات دي شطارة الانستركتور او المدرب ان هو ازاي يوصف المصطلح بشكل ميسر وينقله من الحياة العملية ويقدمه لك ويقدر يربطه بمجموعة امثلة فتقدر انت يوصلك المصطلح ده بشكل سليم فما تهش بقى ما يبقاش عندي مصطلحات كتير جدا وانا مش قادر ان انا ادفرنشيات او مش قادر ان انا افرق ما بين هذه المصطلحات فده كان يعتبر اول فيديو معانا هنا هو انترودكشن عرفنا فيه الفرق ما بين الانفورميشن سيكيرتي والسايبر سيكيرتي اتكلمنا على المستقبل للحروب القادمة